بساكم الله بالخير و سعد الله جميع وقاتكم اليوم صلحت افخاذ الدجاج المقلية طريقة جدا سهلة ولذينة نشوف مع بعض الطريقة بسم الله بساكم الله بالخير و سعد الله جميع وقاتكم بسم الله بصلي معكم عجينة افخاذ الدجاج افخاذ الدجاج ممكن تصل علينا بعجين تلبف و بستري او اي عجين او ما اعتمده عندكم عندي هنا كوبة طحين ابيض و كوبة طحين بر و ممكن تخلونا كلها ابيض او بر او مخلوط ملعقتين زبادي و ملعقتين حليب بودرة ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة خميرة فورية طبعا عندي هنا ملح ربع كوب زيت و الماء اضيفين بالتدريج نعجل العجينة اينا احصل على عجينة تكون متماسكة شوي ما تكون لينا نخلي تتخمر مدة نص ساعة او حسب ما تشوفون الوقت المناسب لها بعدين نشكلها على شكل افخاذ الحشوة الدجاجي اما الدجاج مسلوق و محموس و منتف يعني و محموس مع اي حمسة تفضلون جزار فلفل ملفوف اي حشوة تتفضلونها او دجاج مفروم تحمسونه بالطريقة العادية زي ما صلحت دجاج حمس دمع بصل و بهارات و اضفته بطاطس مقلي و ان شاء الله نشكله معكم باذن الله او شي بعجل العجينة في حاط العجانة و نقول بسمنا توكلنا على الله زي ما رقيت ممكن تخطون كلها ابياب او كلها بر او تخطونه والكمية تضاعفونها حسب رغبة تكون الخميرة ضروري تكون قليلة في عجينة افخاذ الدجاج حطيت ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة سكر وملح وملعقتين حليب بودرة وندي ملعقتين زبادية وملعقتين زيت و الماء بضيفة بالتدريج حسب احتياج العجينة بضيفة الحين نص و بعجل بسم الله تبقى لنا عربي شوف العجين بعد عجنتها تكون كده متماسكة قضت لها نص الكوب ماء فقط قضت لها تشكل معي بكل سهولة على شكل افخار بالدجاج تحنت الزبدية بشوي زيت نغطيها وتخمر مدة مساعة إن شاء الله نشوفكم على خج خلنا بساهلة حياكم الله لدي الحشوات جاهزة دجاج مفروم دجاج مشوي ومحموس مع بصال وقدونس زي ما قلت الحشوة حسب ما تفبلون بالطريقة اللي تناسبكم وترضي ذوق اللي عندكم عندي هنا بطاطس حبات بطاطس مجمد وعندي البيض وعندي البقسماط عندي العجينة خلاص ارتاحت نبدأ بسم الله شكلها على شكل افخار وفيه طرق متعددة تشكيل افخار دجاج بجرب معكم كم طريقة عشان الفائدة للجميع اكثر من طريقة تقدر متشكلون فيها الافخار شايفين قوام العجينة كيف كورها الى كورة صغيرة هذه الطريقة الاولى هنا اللي افضلها دائما ممكن تفردون العجينة قطعة كاملة كبيرة وتقطعونها لدوائر او الى مثلثات وكلها تصلح تصلحون فيها الافخار وغطيها ونبدأ نشكلها ان شاء الله معكم الحين ونبدأ بسم الله ناخذ قطعة الأجينة ثم تأخذينها بشكل دائرة ثم تضغطون البطاطس ثم تضغطون حشوة ثم تضغطون حشوة إذا وصلتوا إلى الأعلى تردونه شوي هذا الشكل تضغطون عليها تحاولون تقفلونها بهذه الطريقة ممكن تغطون البطاطس كامل أو تخلون جزء طالع منه فهذه الطريقة الأولى تضغطها في الصحن ترى الطريقة الثانية طبعاً إذا كان البطاطس أود البطاطس طويل يمكن تقطعون منه شوي وحط الحشوة في الوسط وتضغطون أود البطاطس بهذه الشكل وتسمون العجينة عليه تحاولون تسحبون العجينة للأسفل وهذه الطريقة كما ترى تقفلونها أو تسحبونها وتسحب وتجيكم هذا الشكل الأسهل لكم تسوون أبوريكم طريقة واحدة شفتها إن شاء الله لها تضبط تفردها دائرة زي الكروسان بالضبط طبعاً 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 المثلثات أبوريكم طريقة التشكي خلاص تأخذ كل المثلث أخليهم على جنب طبعاً طبعاً نجرب طريقة المثلثات أو أي المثلثات أفردها شوي حطوا البطاطس ترجعون هذا عليه في الطرف عليه حشوة ترى ثم ترى الأطراف تجذبونها كده زي الزاوية مثل المثلث تمسكنها ثم تضيف الأطراف على بعض نعني حتى البطاطس يتغطى شرايكم في الطريقة هذه من عندي الطريقة هذه أسرع وأسهل وانتوا عادي لناسبكم مرة سريعة كذا وتسكرونها زي الفطيرة العادية طرف الراس العلوي رجعوا شوي للخلف أو للأسفل خلاص تكتمل معكم شكل الأفخار تفكون معين هذه أسرع وأسهل ولا لا صلحت الطريقتين عشان أعرف أميز الحشوات من بعض صلحت الطريقة هذه مرة سهلة والطريقة الثانية عندينها أسهل انتوا عادي اللي ناصبكم سووا غيرتجمعونهم على بعض كذا وتسحبونها سحب كذا تسحبونها مرة طريقة سهلة خلاص باقيك نحب خلاص بحطمونها في البقسماط والبيض عندي البيض المخفوق وعندي البقسماط بدأت تغمس الأفخار في البيض أو شيء أو في حليب رايب لو أنتم لبن رايب قصدي لو ما تبون البيض تحطونا في لبن رايب وعلى البقسماط طبعا مقاس الأفخار ممكن تحطونا أصغر أو أكبر حسب ما يتناسب معكم أو أنتم تحبون أو حسب الدجاج اللي انتم تستخدمون تستخدمون ألف ولا تسعمية ولا ثمامية ولا ألف ومئتين ألف ومئة المهم المقاسات حسب ما ترغبون وهذه الطريقة السكرت هذي الفطيرة وهذه اللي بالسحب وكلها ما شاء الله كدها مضبوطة إن شاء الله بس أنتم تقلونها تقلونها على نار تقلونها على نار متوسطة يعني تقلونها على نار حامية أشان يمديها تستوي ضرورة تقلونها تستوي حموا النار وحطوها بسط وكلها بالزيت وتقلونها في القلية الهوائية تجربوا يلا شوفكم وقت القلي هذه الأفخاذ جاهزة الآن للقلي إن شاء الله تعالى سخنت الزيت وأبدأ أقلي ممكن تحطونا بذلاجة أو تفرزنونها وقت الحاجة تطلعونها وتقلونها نبدأ بسم الله عندي الزيت ساخن توسط الحرارة تقريبا سجدت الأفخاذ بسجد باسم ونضربوا فترحم بالتباه أنت سير صبع مرحبا تطرشونها بخاخ الزيت او زبدة او زيت سيتون تطلع القلية هوائية تصلح بس عب تعرفون لبزيت المداخ اخر اشتركوا في القناة كده خلصنا معكم افخا بالدجاج المقلية بصحة ولاافية انا ما عليكم نشوف معكم واحدة بصحة ولاافية